من أجل وطن خالي من الخروقات الأمنية كثفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق جهودها بالتعاون مع الإدارة العامة للدعم المركزي في تسيير الدوريات والتمركزات الأمنية في شوارع ترابلس حفاظاً منها على الأمن والاستقرار والمجاهرة به جهود يبدلها رجال الأمن والسرطة في ضبط المجرمين والخارجين عن القانون من خلال تواجد ملحوظ للدوريات يتم خلالها ضبط المركبات الألية التي لا تحمل لوحات معدنية أو المركبات ذات الزجاج المعتم والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة كرجال المرور والنجدة والمباحث والأمن المركزي من خلال عام نحن نتم ضبط السيارات التي تتجول بدون لوحات السيارات التي تتجول بالجزاز الملونة والسيارات التي تكون مشبوهة لمخلب القانون جهود أخرى تبنى من أجل أن لا تكون هذه الدوريات تمركزات وقتية في ساعات دون أخرى بل لأن تصبح متواصلة على مدار الساعة ليكون الأمان هو شعور كل مواطن إن شاء الله بإذن الله سنحاول نديرها على 24 ساعة حاليا نديره فيها التمركزات في حوقات معينة وبإذن الله نوفره الأمن للمواطن محاولة بسط الأمن ومتابعة سير العمل الأمني لم تقتصر على شوارع العاصمة فقط بل امتدت على طول الطريق الساحلي والمدخل الشرقي للعاصمة تأميناً للمرافق والأهداف الحيوية وخدمة للصالح العام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر